10-21 دقيقة اشتركوا في القناة 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 ثم يأتيوا كشيفة وكان عليهم الاختيار بين اللاعبين كريستيانو رونالدو او صديقه. لكن بعد ما ادرك صديقه انه عليها ان يدى اللاعب فقط قرر بان كريستيانو رونالدو هو اللاعب الذي يسجل اكثر اهدف في تلك المقابلة التي اتقى الى هكشفه فريق لينتقل بعد ذلك الى فريق ثم في كرويا سبورتينج اللايزبون يبدأ ظهور اسم هدا اللاعب الصعب الذي بدأ يعني يلعب مع فريق سبورتينجلش بونا في الاكيبر في سنة سبعتاشن سنة نحكي في سنة الفين واثنين ويحمل الرقم تمانية عشر ثم في مقابلة ودية ذات فريق في ذلك الوقت فريق سور اليكس فرغيسون كريسان رونالدو يتقلق يعني ويقوم بمقابلة ممتازة لكن سور اليكس فرغيسون اللي كان ذكي جدا كان يعرف ان اللاعب هيدا سيقوم بجلبه الفريق لكن اراد ان يسمع اراء اللاعبين الاخرين في الحافلة عند معائدين الى مدينة الى يعني النز اللي يقومون فيه في لاشبونة وكل اللاعبين في ذلك الوقت طالبوا بقدوم هيدا اللاعب اللي كان وقت في سنة يعني اه ثمنتاشين سنة وقتها اليكس فرغيسون دي كان يعرف بان هيدا اللاعب كما تعرف عنده كريسان رونالدو الكاركتير متاعه ما هوش سهل الكاركتير متاعه يعني كما تعرف انسان ديما يحب يربح انسان ديما يجري ورا الانتصارات وانسان عنده عزيمة كبيرة مش سهل كما التاول حتى نحكيه على تسعة وتلاتين سنة يعني العام جاي بش كون امر اربعين سنة ومزيل يلعب يعني في مستوى عالي نحكيه على الدوري السعودي اللي ولا من افضل يعني عشرة دوريات في الكرة العالمية كريسان رونالدو عمل برشة تضحيات في حياته خطر جاي في وقت فيه زيدا لاعب اخير كبير اللي هو بدون شك من افضل ثلاثة لاعبين تخلقوا في كرة القدم ليونيل ميسي مش سهل يعني ميسي كريسان رونالدو يعني النزيل اللي كنا نسمعوا فيه يعني منذ سنة الفين وسبعة حتى الاونة الاخيرة يعني ما عادش كما قابل ميسي كريسانو لكن نزيل قاعدل خمستاش شستاش نسنية في اعلى مستوى كريسانو رونالدو مرة يحكي كارلو انشيلوتي وقتها مثلا فريق ريال مادريد كيكمل الماتش متاعو كما نقولو لحدش متاع الليل اه وقت كريسانو كون ماركة دوبلي في منيخ ولا في ايتاليا ياخذوا تيارة ويهبطوا في ماتار بارخاس ماتار بارخاس في مادريد وقتها كل اللاعبين لحدش متاعليل شمشي يعمل انيس يرقدو يمشي يرقدو كريسانو رونالدو يمشي يترينا يمشي للآآ وين فم الفلدي بايباس يعني الوين مركز تدريبية متاع فريق ريال مادريد يدخل مصيعة يعني انتي خاطر ريال مادريد فريق كبير برشا مش بشو قاعد يعدي ليلة اخرى في مدينة مونيخ ولا في مدينة يعني باكزامبل ولا في لندرا ولا في موروما يروح بالوقت ما كون يوفل ماتش حديش بتعليل يوصل ومصيعة ماتار مادريد كريسانو رونالدو يمشي يدخل الصندق نتخين مان ويعمل كما نقول ويدخل يعمل معني سطل من المئة هالباردة يقعد خمسة واربعين دقيقة يقعد خمسة واربعين دقيقة نحكيه على مصيعة ونص بتاع المتاع الصباح يعني مساعتين متاع صباح خمسة واربعين دقيقة ومن بعد يرجع يعمل يعني تدريبات متاعو عليش يعمل هذيك خمسة واربعين دقيقة خاطر باش ينجم يلعب الماتش لنبعدو خاطر اي يعني لكاليبلوسيوغ مسكوليغ وكل شاي ينجم يعود التأهيل يعني بسرعة هيدا شكون قالوا الكلم هيدا كارلو انشيلوتي وقت يدرب فيه في مدريد قالوا ايماجين وقته في الدات تستنى في ايرينا ايرينا اللي هي كما وقتها صديقته اللي هي لكسم تاو معناها ايماجين كريستيانو نادو التضحيات اللي كان يعمل فيها ونسيل على لعب يعني هي يسجل في العام ثمانين هدف يسجل خمسين ستين هدف نحكيه على لعب الاخر الاسطورة ثانين ساعة قبل ما نكملو خلينا نزيدو نحكيه اكثر على كريستيانو هما ميسي وكريستيانو زوز فلاتات كوراوية معنا يزوز فلاتات في الكورا لكن كل حد معروف بحاجة كريستيانو اكثر حاجة معروف بها كما قلت انت هي الانذيبات وبارشا خدمة بشوصل للمستوي هذي مرشا عزيما ميسي يقول لك عنده في سقيه من الول انجيني معناها ميسي ميسي كي يلعبكي والكورة وكل سي انجيني عندك فرجة اخرى وكريستيانو جيبها بالانذيبات والديسبلين حكيت ذلكم الكل معناها بارشا خدمة كما انت كنت تحكي ميسي تأكيدا لكلامك ميسي في سن اربع سنوات وقتها تخل يلعب في النيدي اللي في زواحي مدينة روزاريو هو تولد في مدينة روزاريو في ضحية سانتا فيفي في الارجنتين ميسي وقتها في سن اربع سنوات بداي حتى يلعب في كورة القدم مع لعبين اكبر منه نحكيه سن ستة سبعة سنين لكن ميسي في ديسمبر الف وتسعمية وستة وتسعين يجي خبر يعني صاعق لعايلته ولي هو وقتها طبيب مدينة روزاريو كان وقتها هي عادة في الارجنتين كل عام طبيب كبير وقتها في مدينة روزاريو يدور على على النوادي في مدينة روزاريو كما روزاريو سنترال كما نيوزولد بايز اللي هو وقتها فريق ميسي ويعملوا كما يقولوا دي تيست معناها من ديكو على اللاعبين وكل شيء وقتها تيست متاع ميسي اعطاء اللي ميسي عنده مشاكل في النوم يعني ميسي عنده مشكلة في الهرمونات وما كانش ينجم ينمو اللاعب هيدا معنا يا ميسي وقتها قلهم الطبيب قلوا كما يعملش جرعات يعني يوميا جرعات في سيقه اليومنا وسيقه اليسرى يعني لمدة آآ ستة سنوات حتى لسن خمستاش نسنة راو كيوصل عمرو ستتاشنة سنين مش يبدو طولو ميتر وعشرة سنتي وقتها المستقبل الكرة ويسا ينتهي وقتها آآ عائلة ميسي أبو خورخة الأب متاع وخورخة ميسي قعد يبحث عن حل هدي المشكلة وقتها من اللول تتدخل المؤسسة الخيرية لكن هدي المؤسسة مع المشاكل في الارجنتين وسوقتو كما كنت ذكر قبل حكينا على إفلاس الارجنتين سنة الفين وواحد تيقف يعني تمويل هيدا 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 تختمو للميسي خاطر تختمو هيدا يتكلف الميسي كما نقوله الف دولار في الشهر وقتها ابو ميسي نيولزولد بويز نيولزولد بويز قعد شهرين ثلاثة يقوم بهذا التمويل لكن بعد ينسى حب ثم بعد أب ميسي يمشي حتى الفريق من عشر في رقف الارجنتين فريق كان يسمع باللاعب هيدا الصاعد كان وقته يلقب مارادونا مارادونا الجديد لكن ما كانش ينجم يخلص هذا وقتها ابو ميسي مع الجواريات وقت الصغار اللي هو في الارجنتين نصح باش يمشي البرشلونة ويعملوا اجتماع مع توني ريكساش ووقتها كانت حتى توقع يتمشي يعني البرشلونة في برشلونة في الماسية تلقى الورقة اللي كتب فيها هي ورقة من ديل يعني في مطعم كتب فيها قال رون تعهد هنا يعني في سنة تلتاشن سنة وقتها ميسي يعني في برشلونة تلقى صعوبات من لول صعوبة للتأقلم في مدينة برشلونة ان وجاء مدينة روزاريو عائلتو الكل يعني هجرت معه لكن ميسي آآ سنة تلفين واثنين وقتها دينا حتى يعني في صنفة الأصاغر في برشلونة بدأ اسم اليوني الميسي يظهر على السيحة وتوا عنا ميسي وكريستيانو رونالدو كي ما تعرف من اكبر الرياضيين في تاريخ الرياضة وتوا عنا اسيمي جدود زيدة في ميسي وكريستيانو اللي هما في الفانت كاريير متيحهم خلينا نقول وفاما اسيمي جدود فاما تاقة شبابية تالا فاما فاما لعبين ساعدين في كورة القدم فاما مبابي فاما هالانت فاما فينيسيوس لكن الأرقام اللي عملها ميسي وكريستيانو رونالدو إنيس نحكيو على لاعب كيملوني الميسي سجل في عام واحد اثنين وتسعين هدف يعني رقم قيسي نحكيو على كريستيانو رونالدو من كريستيانو ميسي انتو حماو هكا شكون هكا يعجبت اكثر اللاعب متياو شكون تشجع ابقاف شكون نشجع شكون يعجبني اكثر يعني يعجبني اكثر لعب يونيل ميسي خاطر ميسي اكثر منه صنع العاب وإعجبني زيدها أكثر إسرار كريستانو رونالدو كيف كان مجد كريستانو رونالدو كان لعب عصار كثيرا على الكاريير متاع وأصار كثيرا على النجاح من عبر الأرقام اللي عملها ميسي وفيس فخصها بالعكس منفسة كبيرة على الألقاب على الأرقام على الكرات الذهبية في أوج الكاريير متاع ميسي وكريستانو رونالدو كنا في وقته أمام أرقام قياسية نجمه نسمعه مثلا في مقاب لميسي سجل أربع هدف المقابل الموالي الفريق قرية المدريد كريستيانو سجل خمسة هدف يعني في عشرة سنوات شفنا كورة أخرى لهذا الثنائي ميسي وكريستيانو رونالدو ونرجع شوي على كريستيانو حماو وانتي قلت اللي الوالد متاعو كان مدمن كحول هذك عليش مشوفوش كريستيانو هذك علي نشوفو الانذيبات متاع كريستيانو ونشوفوهوش هكا حتى مرة نذكر على وقتا بشيحكي في ندوة ولا في حتى مشروبات غازية وقتا نحا الدبوزة متاع المشروبات الغازية وحت المي كميساج أشربو برشا مي وعندو عقدة من الإدمان على الكحول متعبوه دي ما يحكي عليها الحكاية هذي يقول معناها شنو عانا وبشتعد في صغره أذك عليش نقول وراهو مايجي حد شي بالسهل وكل حد طلع وصل للقمة وعمل الكاريير اللي عملها ميسي وكريستيانو برشا أسيمي خلينا راهو راهو مبارشا صعوبات ومبارشا عراقين برشا ناس حابوا يكسرهم برشا ناس حابوا يحطمهم ولكن الإسرار والعزيمة والانذيبات وبرشا حاجات الخلطة هذية الكل في الآخر تقدم شامبيان زي ما تتقول لحموا بش يتعاودوا لنا هكا فلاتات كراوية في العالم بعد كريستيانو ميسي نتوقع لش لا نتوقع لكن مش في أقرب الأوقات يعني الأرقام بتاع ميسي وكريستيانو تحطموا بعد 40-30 سنة يعني يعني الأرقام اللي حطموا ميسي وكريستيانو كانوا أرقام قدوم 40-30 سنة لكن شي جيوا يعني أبطال جدد هذا بدون أدنى شك لكن هل سيكون يعني بنفس المستوى بنفس الانذيبات بتاع ميسي وكريستيانو هوني منع رجزت الخطر رأو الكارير اللي عاملو ميسي وكريستيانو نحكيه على كاريير الطويلة مارادونا بولي آآ كرايف عاملو كارير يعني راق psy قاشر يعني لاعبين من الأعلى طراز في تاريخ كورة القدم لكن الكارير يمتهى ممكن مع التقدم الطبي تساعد بارشة ميسي وكريستيانو ممكن مع يعني كورة القدم كيما في الب皮ود بتاع ميس لكريستيانو ومش كما كرت القدم بريد مارادونا بولي ولا يوهان كرويف لكن استرار ميسيو كريسيان هو ليخليهم يعملوا 15 سنة في أعلى مستوى هوني نحب نختم بجملة تصرع معناها تؤكد تختب مزروب مزروب بشتروح وبشتخرج وتبشي تتفرع تفلى بحر الجمع يحب يختم تأكد على قيمة قيمة يعني التضحيات في كل المجالات ديغو سميوني مدرب الأرجنتيني قال يعني حتى في المعجم كنشوفوا المعجم ديما نلقاو أن باللغة اللاتينية نلقاو سكسي يجي ككلمة بعد السكريفيس النجاح يجي بعد التضحيات شكرا ميخسبوكو حماو يعطيك ألف ساحة شاء الله ترجعنا جمعة جاية بانسوليت فقرة انسوليت بحكايات جديدة أسمع نواصلوا نواصلوا في القصص السادية متعل أسبوع المقبل إنيس بش نحكيه على لعب ممكن مش معروف برشة فيه مش لك معروف برشة في العالم لعب غريب جدا جورج بيست نتعرفوا عليه هذي جورج بيست الجمعة الجاية إن شاء الله ميخسبوكو حماو يعطيك ألف ساحة نحن مازلنا مواصلين معاكم حتى النص نهار في جراس ماتيني بعد شوية نرجو على حادث حسن شاكوش مع متار تونس قرتاج يتشك من المتار متاعنا قالك والله لعد جاية لتونس حتى إلى أن تستقبلوني استقبل به وتضحكولي في وجهي دونك هذي شو نحكيه بعد شوية ولكن خلينا نعملوا ترتاحة صغيرة بالموزيكا ونرجو معاكم يلا 54 دقيقة على يافا محلاغا جو هذي جراس ماتيني مازلنا مواصلين معاكم حتى النص نهار بعد شوية نحكيه على المهرجانات اليوم نهزوكم لتانيور بسفيقز مدير مهرجان تانيور بالشيحية سيغاسين مذيوبش يدخل معنا بعد شوية ويحكينا على تقييم المهرجان خاصة وإنه البارح كان الإختتام بالزردة مع نجلة التوصية دونك مش نرجو على المهرجان بعد شوية كيف كيف زيدا نحكيه سنتي ونحكيه اليوم على الجرينيوتاج أو تناول الوجابات الخفيفة مع خصائية التغذية مريم الزهيوة وموضوع الساعة هو الحريقة هل خرجت وإلا ليه وأسباب تواجد الحريقة في بحوراتنا مع ياسين صغير رئيس نيدي تونيسي هذا اللي بتحكينا عليه ملك معلوي بعد شوية لكن تود سويت خلينا نحكيه ونرجو على الاكتواليتي مع حسن شاكوش المغني المصري اللي ولت راند جمعة هذي وعملت ضرجة كبيرة بعد مهبط ستوري على الانستغرام وعبر فيها على استياء ومن المعاملة في متار تونس قرتاش في اللي قالوا في جملة ما قالوا قال أسوأ معاملة في الدنيا هي في متار تونس قرتاش قال نقعد في المتار ست ساعات المفروض منظمين الحفل يخلصوا الإجراءات لكلها قبل ما نوصل قال كنت آخر مرة أنا ونجم تامر حسني بنح يفرح في تونس والناس في المتار ما يضحكوش يحسوك إنك عامل جريمة وبتاخذ حتى من البلد على كتافك وحاتمشي قال عمري ما رحت بلد إلا ولقيت الناس بتضحك في وشي وقال برشة حاجات قال أسوأ معاملة للفنانين في متار تونس قرتاش أنا قال في مرة كنت بش نتصل ببلدي علشان يخلوني بسبب لكن لي أبالغ إذا قلت إنه في المتار يشعروني أني مسجل خطر قال برشة حاجات التصريحات هذه خلت الناس تتفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي خلت الناس تتفاعل من تونس ومن مصر في مصر قالوا له لأنه لو كنت فنان فعلا فتأكد إنك ستعامل معاملة الملوك فما ناس قالوا له ناس بتفهم وبتقدر اللي يستحقت التقدير في تونس الممثل كريم الغربي كان أجيبه وكان عبر على طريقته بطريقته الخاصة خلينا نسمعه شوية من اللي قالوا كريم الغربي دون جاء عبد الحالي محافظ جيتها أم كالثوم تحتارمها جيها فنانين أخر مرة أصالة برشة علقة حب كبيرة وملحم براكيت فنانين كبار أنت بتقول يعني والغيري والغيري أنت بتسرغ دونك كان ذي الممثل الكريم الغربي اللي نعرفوه بطريقته الهزلية والنقدية جاءوا بحسن شاكوش النقابة التونسية للميهن الموسيقية والميهن المجورة اتحركت وجاءوا بت ببيان هبطتوا على صفحتها على الفيسبوك بيان موجه لنقابة الميهن الموسيقية المصرية وطالبت فيه باعتذر فوري ودون قيد أو شرط وقالت في البيان إثر التصريح الذي أدى به العضو المنخرت بالنقابة المصرية حسن شاكوش والذي كان فيه مثلا سيادة بلدنا تونس ومن مؤسسة إدارية تونسية عريقة وهي مطار تونس قرتاج الدولي والذي اتهمهم بحادثة صارت معه منذ مدة قصيرة بالتقصير ولا مبالاته بشخصيته الفنية عند دخول البلاد أودوا إعلام جانبكم أن السيد حسن شاكوش جاء إلى تونس للعمل في حفل خاص والمتعاهد الذي كان وسيطا لهذا الحفل لم يستكمل كل المسائل الإدارية الذي تخول له الحصول على ترخيص العمل بالجمهورية التونسية ورغم هذا التجاوز الخاتير للقانون من الفنين والمتعاهد تم السامح لهم بالدخول إلى تونس رغم عدم الاستظهار بالتصريح القانونية للعمل معالي النقيب نحن متأكدون أن حادثة كهذه لم ولن تمس من علاقات بلدين شقيقين شعبيا وسياسيا وخاصة فنيا والسيد أحسن شاكوش لا يمثل الشعب المصري الحبيب بل يمثل شخصه فقط لهذا تطلب النقابة التونسية للمهن الموسيقية والمهن المجيرة الاعتذار الفوري ودون قيد أو شرط من السيد أحسن شاكوش باعتباره عضو منخرت بنقابة المهن الموسيقية المصرية وأنتم تعلمون كم كانت ولا تزيل تونس فيتحة ذراعيها بحب كبير لكل الفنانين العرب المصريين خاصة الكاتب العام ماهر الهمامي هذا البيان اللي كان هبط على صفحة الفيسبوك موجه لنقابة المهن الموسيقية المصرية وفي الانتظار ما زل ما فما حتى بيان رسمي أو رد رسمي من نقابة المصرية لحادثة هذه كما قلت خلت برشا ناس تعبر وتتفاعل معه التصريح لحسن شاكوش ومنشيرة أخرى وفي نفس الأسبوع بطلة أولمبيا الجزائرية كايلة نامور اللي شفناها ديغنيغمونت حصلت على الميدالية الذهبية في أولمبياد بيريس قرت أنها تعدي عطلتها في تونس في جزيرة الأحلام جربة وعلى عكس حسن شاكوش كايلة كانت نشرت تصاور على الإنستغرام وعبرت على فرحتها بتواجدها في جربة وعلى استقبالها بحفوة وترحيب كبير من قبل إدارة النزل اللي تقيم فيه اللي فرحوا بها برشة بتاريقتهم الخاصة وفجأوها بتزيين البيت تمتاحها بين النوار وخلو لها رسالة قالوا لها فيها كايلة تهانينا أيتها البطلة نحن سعادة باستقبلك بيننا في الجربة كانت هذي الأكتواليتي هذو مزوز السيمي تراند واللي عملوا ضرجة كبيرة وخاصة حسن شاكوش اللي كان نقدو تشكة من متار تونس قرتاج وهو كاجيبو كاريم الغربي قالوا راهو المتار هذي كتعديو فيه أكبر الفنانين ودغني غمارين أسالة والأكيد أنهم استقبلوا أسالة بحفوة كبيرة وفرحوا بها برشة دونك أحنا توا لحديش توا وقاية المتار بعد وقاية الأخبار نرجو معاكم في ساعتنا الثانية من غراس ماسيني لك نقبل كل شيء خالينا نشوف المتار حمزة بانجور حمزة سبع خير إنايس اليوم التقس يعمل كيف نتعوم 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 بحفوة على الوكايند اللي فات كان بار شريح لا ما فامي شريح واليوم وغدوا نصحهم لعبدالكل يبرفتيو خطر أول جماعة شكونا ريح وبانتو نتعوم نتعوم بحفوة ويقوم بحفوة انستغرام اي افم قبل أن نتعلم على رأس انجلة ومحمد شيحة وكل ساعة نتعوم بحر من بحرات تونس المزديانة مشتهد حمزة تبريكا العالي كما تقدم الإضافة حتى في فلاش المتاري يعطيك الصحة الحرارة والجواء ولكل نحن تتشفوه مع حمزة بعد شوية نرجو معكم في ساعتنا الثانية اللي كنتو تسويت كما قدتلكم المتير